وعودة إلى 19 يونيو الجمعة القادمة الجمعة السبعون إخواني العراء مختلفة في هذا الموضوع لكن شوفوا لعل أمس تخفيفهم من التخفيفهم من الحاجر أنا قلت وتوقعت وقلت سيخففون لكنهم سيمددون هم بهم الحرك هم عرفنا وشفنا أنهم استوردوا الكورونا من الخارج هذا بالأدلة مش كلام كذب كما تعود هذا الكذاب ملك كذاب كم يلعنه اللاعنون رئيس كذاب ملك هنا بمعنى سلطان في حديث للرسل صلى الله عليه وسلم في الملك الكذاب أي للحاكم الكذاب شوفوا إخواني هم الآن اضطروا لأنهم شافوا بالثورة اجتماعية على الأبواب فاضطروا إلى التخفيف صحيح ما زال شادين يدين لك من 8 إلى 15 صباح وكان الكورونا مشح يمشي من 8 إلى 15 صباح ويخنق الجزائريين في الصيف السخون الناس ما عندهاش وين تخرج إلا الشوارع في الغالب يا ولا الشواطئ فهو خفف طيب في 19 ولاية ما فيهاش حزر هذه كل ولاية تخرج بدون أدنى إشكال والولاية اللي فيها حزر هاو من 8 يبدوا الفوق يعني هاك قوم بالمظاهرات والاحتجاجة تنتعك حتى للستة وروح لدارك بشرط إخواني الماسك اللي ثام والتباعد اللي ثام والتباعد ما نعطهمش فرصة لكن فوقتات على الناس راي تزداد وتتزايد أنا عارف أن هناك وجهات نظر تطلب أن ربما أجلوا شوية حتى نفتحوا المساجد ليجب أن يفرض على الإصابة فتح المساجد ولو بالقوة ولو الناس تروح تفتح مساجده وتصلي يقولوا لماذا تمنعونها في 25 ألف مسجد تقريبا في الجزاء وروحوا وفتحوها كلها لازم يجيبوا لكم شرطة الصين باش يقدروا يمنعوكم كلكم لماذا هذا الجبن وهذا الخوف لكن حتى إذا لم تفتح المساجد وظلت هذه العصابة تستضعف الناس خاصة المتدينين والمصلين في المساجد فيجب أن يفرض عليها فرض هؤلاء لن يسلموا شيء إلا تحت الضغط تحت الخاف وما يحشموش فأنا سراحة إذا كانت الأغلبية ترى الخروج 19 فأنا معها وأعتقد أن هناك رأي يتعظم ويكبر لكن مع خرأ أخذ الاحتياطات الصحية إلى أقصى الحدود الممكنة ومع عدم الدخول في معارك مع البوليس أو مع الشرطة خلونا خوتنا هذون على الأقل نظهرون لهم سلميتنا دائما حتى ولو كانوا عنفين من حين لآخر معنا بعضهم قلوبهم معنا إن شاء الله ستعود أيضا عصاهم تعود معنا ويوجهوها ضد العصابات فأنا من وجهة نظري أن الناس لأنه بش ما يسراش القسام مش يقدوا يخرجوا جهة هنا وجهة هناك جهة أخوانا القبائل وجهة الأخرى وبعد النظام يقول آه شفتوا خاصة القوى الغربية اللي تدعم فيه قلنا لكم أن هذا الحراك هو القبائل هما هذا وشهم يحبوا يبيعوا مرات يبيعوه هذا الحراك هما الإسلاميين بش يخوفوا الغرب كما تعودوا ومرات هذا الحراك هما القبائل والقبائل هذو مش تكون سيدي سيباراتيست آه هذو كلهم ماكيست آه لما تقول الدولة الإسبانية إسبانيا عندها سيباراتيست كما تسميه هما سواء في كاتالونيا أو في الباسك أو إيطاليا عندها السيباراتيست بريطانيا عندها السيباراتيست فمعناها تتعاطف مع العصابة فالعصابة تلعب على اللعباتين تخيفهم أحيانا بالإسلاميين وإحنا هم كيجوا الشيطنون يقول لك إسلاميين نحن مسلمون وهذا شرف لنا ونعتز به أما تسمياتكم الأخرى فنحن لا نلقي لها بالا من جهة الشيطنون على أنهم إسلاميون حسب المتحدث اللي يتخذ ثم ومن جهة هذا القبائل إذن إخواني باش متخلوش يوم 19 يخد تخرج منطقة القبائل وربما مدينة هنا أو هناك والنظام يخرج ليصرخ يقول آه قلنا لكم منطقة القبائل فقط يجب أن تخرج أكبر عدد ممكن من المدن في اعتقادي لكن يبقى الرأي هو رأي الأغلبية رأيكم أنتم تقررونه ففعلوا ما ترونه صائبا ونحن سنساندكم في أي قرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر